لو أخذنا مثلاً هذا المثال عشان ندرسه Determine the force in members FH, GH and GI أنا عايز أعرف القوة في الممبر FH, GH and GI فلازم أقطع هنا بعدين أختار إما Left Side أو Right Side عموماً ننصحكم بأنكم تختاروا الجزء اللي بيحتوي على أقل عدد من الأعضاء Take the entire truss as a free body diagram and apply the condition for static equilibrium to solve the reaction at A and L طبعاً هذه المرحلة تشترك فيها حتى مع طريقة الجوين اللي شفناها في أول الشابتر أنك هنا تكتب static equilibrium عشان تجيب ردات الفعل يعني هنا رح نكتب مجموعة الفرسوس باتجاه الـ X بتساوي 0 مجموعة الفرسوس باتجاه الـ Y بتساوي 0 ومجموعة المومنت حول النقطة L أو A يعني الـ say parts مثلاً A هنا بتساوي 0 طبعاً دايماً بتكون positive عكس عقارب الساعة بالنسبة للدوران Pass the section through the members FH, GH and GI and take the right hand section as a free body طبعاً هنا تقدر تختار الright hand وإلا left hand لكن اختار السيمبل هنا بالنسبة للstructure هذه الright hand هو الأفضل طبعاً هنا زي ما أشرت من قبل رح نقطع بطريقة أمر بها على الأعضاء FH وفي المرحلة الثالثة I will apply the conditions for static equilibrium to determine the desired member forces اللي هما الفرسوس F, FH كم تساوي وF, GH الفرس في GH كم تساوي وF, GI كم تساوي هات نبدأ في مرحلة أولى بالreactions هذه رح أسميها أنا الفرست ستاب أحاول أجيب فيها ردات الفعل طبعاً هنا ردات الفعل عندي A Y مجهولة وعندي هنا A X مجهودة وعندي هنا L مجهولة لو كتبت مجموعة الفرسوس باتجاه X بتساوي 0 هذه رح تعطيني مباشرة A X بتساوي 0 وأصلاً ما فيش أي قوة أفقية بخلاف A X فبنكتبها مباشرة بتساوي 0 بعدين بمر إلى مجموعة المومنت حول النقطة A بتساوي 0 عموماً رح تضع إسباعك على النقطة A وبتشوف كيف رح تدور الفورسز الموجودين هنا كلهم هل معا عقارب الساعة أو ضد عقارب الساعة ونعتمد هنا في شغلنا على أنه المومنت بصفة عامة بتساوي plus or minus الفورس في الديستنس هات نطبقها هنا مثلاً عندي هنا خمسة ضارب المسافة هذه هي اللي هي أصلاً بتساوي خمسة متر مع واحد كيلو نيوتن ضارب المسافة هذه أيضاً بتساوي خمسة متر تصبح عندي ستة اللي هي في حقيقة الأمر بتساوي خمسة مع واحد متر كيلو نيوتن عفواً ضارب خمسة متر وطبعاً هي بتدور مع عقارب الساعة ففي هذا الاتجاه بتصبح نيجاتيف وأضع إشارة سالب هنا أمر الآن إلى القوة الثانية اللي هي خمسة كيلو نيوتن مع واحد متر ضارب المسافة هذه اللي بتساوي عشرة متر واحد مع خمسة كيلو نيوتن بتساوي ستة كيلو نيوتن ضارب المسافة عشرة متر أمر بعدها إلى القوة المتبقة على F و G عندي واحد مع خمسة ستة كيلو نيوتن هذا ضارب المسافة من هنا إلى هنا بتساوي 15 متر فتحصل على ستة ضارب 15 أيضا بالسالب لأنها بتدور مع عقارب الساعة بعدين عندي واحد متر ضارب المسافة من هنا إلى هنا بتساوي واحد ضارب عشرين وإشارة سالبة لأنها أيضا بتدور مع عقارب الساعة أكون كده يعني خلصت تقريبا كل القوة حتى القوة هذه بتساوي واحد ضارب 25 متر وبإشارة سالبة أيضا لأنها بتدور مع عقارب الساعة المتبقي هنا هو الردة الفعل L ورح تكون بتدور ضد عقارب الساعة فالإشارة بتكون سالبة واكتب هنا الفرس L ضارب المسافة كلها من هنا إلى هنا بتساوي 30 متر لو حليت المعادلة هذه رح تحصل على قيمة الرياكشن بالنسبة للنقطة L اللي بتساوي 7.5 كيلو نيوتن أمر بعدها إلى مجموع الفرس باتجاه الواي بتساوي سفر طبعا هنا إيش هي القوى اللي عندي باتجاه الواي أتناولهم لم هم مع عقارب الساعة أو في اتجاه المحور وي رح تكون موجبة يعني في هذا الاتجاه موجب ولو بالعكس رح تكون سالب فبنلاحظ هنا أن بخلاف AY و L اللي هم بيعتبروا في اتجاه الواي البوزيتف أو كتبنا هنا بوزيتف بخلافهم هم كل باقي القوى اللي موجودة هنا نزلة تحت يعني كل إشارتهم رح تكون سالبة كم قيمة القوى هذه أحسبهم 1 2 3 4 5 زائد 15 تعتيني 20 بالسالب لأنهم نازلين تحت طبعا لو حليت المسألة هذه رح تحصل على قيمة ردة الفعل في النقطة A أو في support A وبتساوي 12.5 كيلو نيوتن أمر الآن إلى second step في المرحلة الثانية I will pass a section through the members FH GH and GI and section رح تمر من هنا and take the right hand section as a free body زي ما تشوفوا هنا وبدأ التحليل متاعي طبعا هنا رح أكتب مجموع المومنت حول نقطة من النقاط الموجودين هنا إما I أو H أو J أو K أو L بتساوي 0 هنا هنا لازم الطالب يعرف يختار النقطة التي تلغي القوة وتجعل في المعادلة مجهول 1 لو مثلا أنا كتبت في النقطة I رح تفضل عندي مجهولين فما قدرش يحل المسألة لذلك الأفضل أني أكتب في النقطة H أو النقطة L أنا اخترت هنا النقطة H مجموع المومنت حول النقطة H H هنا بتساوي 0 المجموع والدوران ضد عقار بالساعة بيساوي إشارة موجبة لو كتبت الحين مجموع المومنت حول النقطة H أبدأ مثلا بالسبعة ونص هذه بتدور ضد عقار بالساعة فالإشارة موجبة القوة ضار بالمسافة من هنا الهن بتساوي 10 متر ناقص 1 كيلو نيوتن اللي بتدور ضد مع عقار بالساعة بتساوي إشارة سالبة القوة ضار بالمسافة من هنا إلى هنا بتساوي 5 أمتار ناقص F GH اللي هي هذه القوة ضار بالمسافة من هنا إلى هنا اللي هي بتساوي 5 33 متر هذه القوة ضار بالمسافة طبعا المسافة هذه إزاي وجدتها لو أنا عندي مثلا هنا مثلث بهذه الطريقة وأعرف أن الزاوية الموجودة هنا ألف بتساوي 28 25.07 لو عندي أنه المسافة هذه بتساوي 5 مع 5 يعني 10 متر والذلع المقابل هذا سأسميه أنا Distance D فعشان أجد Distance D سأساوي 10 طان ألف لو حسبتها سأساوي 5.33 متر بعدين تصبح المجهول الوحيد في المعادلة هذه هو FGI أحل المعادلة هذه أتحصل على قيمة FGI بتساوي 13.13 كيلو نيوتن وطبعا هنا رح يكون في شد لأن القوة FGI بتخرج من النقطة فهنا عندي FGI بتساوي 13.13 كيلو نيوتن وبفيها شد أمر الآن إلى الحل مثل الفورس FGH والفورس F F رح أكتب بنفس الطريقة مجموع المومنت حول نقطة ما هنا من نقاط الترس بتساوي سفر أنا اخترت النقطة G ليش اخترت النقطة G لأنها في نفس الوقت رح تلغي FGH وتلغي FGI هيتعرفوا أنه المومنت بالنسبة للفورس بتمر بنفس النقطة اللي انت بتحسب فيها المومنت بتساوي سفر يعني هنا أي مومنت للفورس FGH وإلا FGI رح تساوي سفر لأن القوة بتمر بالنقطة G واحسب بنفس الطريقة دايما الفورس في المومنت بساوي بلاس أو ماينوس الفورس في الدستانس لو أخذت مثلا السبعة ونص هذه القوة ضارة المسافة من هنا إلى هنا بتساوي 15 متر سبعة ونص في 15 متر بتكون موجبة لأنها بتدور ضد عقار بالساعة ناقص 1 كيلو نيوتن طبعا ناقص لأنها بتدور هنا مع عقار بالساعة 1 ضارب المسافة من هنا الهين بتساوي 10 هنا كتبنا سالب 1 هي القوة وهنا ضارب المسافة أمر بعدها إلى 1 كيلو نيوتن الموجودة هنا المسافة من هنا الهين بتساوي 5 متر المسافة ضارب 1 كيلو نيوتن وأيضا بتدور مع عقار بالساعة فالإشارة هنا بتكون سالبة مع آخر شي هنا عندي أنه FH كوساين ألفا بتدور ضد عقار بالساعة فالإشارة موجبة FH كوساين ألفا ضارب المسافة ثمانية ثمانية أمتار سالبة ثمانية أمتار 13.82 كيلو نيوتن وهنا زي ما قلت هي رح تكون قوة 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 كامبريشن والإشارة هنا سالبة أمر الآن إلى حل القوة FGH اللي موجودة هنا F جي فطبعا إيش هي النقطة اللي راح تلغي لي أكبر عدد ممكن من القوة عشان يصبح الشغل متاعي بسيط لو اخترت هنا مثلا النقطة L راح تلغي هذه القوة ما راح يكون عندها مومنت حول L ورح تلغي النقطة للقوة هذه والقوة هذه بالإضافة إلى FGH سين بيتا راح تبقى لي FGH كوسين بيتا 1 كيلو نيوتن هنا و1 كيلو نيوتن هنا طبعا هنا 1 كيلو نيوتن ضارب المسافة 5 راح يدور ضد عقرب الساعة فالإشارة موجبة أو كتبت هنا القوة في المسافة مع الإشارة الموجبة نفس الشيء بالنسبة للقوة الثانية 1 كيلو نيوتن ضارب المسافة من هنا اللي هنا بتساوي 10 متر وإشارة موجبة لأنها أيضا بتدور ضد عقرب الساعة تبقى لي هنا الفرس FGH كوسين بيتا أيضا بتدور ضد عقرب الساعة وضارب المسافة من هنا اللي هنا هي 15 متر أو كتبنا هنا الفرس في الدستانس المجهول الوحيد هنا هو FGH لو حليت المعادلة راح أجد FGH بتساوي سالب 1.371 كيلو نيوتن الإشارة هنا سالبة فبالتالي راح تعطيني كومبريشن وأجد FGH بتساوي 1.371 كيلو نيوتن طبعا أنا هنا مطلوب مني في السؤال أني أجيب القوة F FH F G H F G I لكن لو طلب مني أيضا في القوة في الأعضاء الأخرى راح أطبق نفس الشيء في الأماكن الأخرى أروح أقطع هنا وأقطع هنا إلى أن أخلص على كل المامبرز وأجيب الفرص الموجودين فيها لكن صراحة طريقة السكشن تعتبر طويلة لو أنا عايز أحسب في كل المامبرز الطريقة اللي احنا استعملناها المرة الأولى هي أسرع بكثير اللي هي method of joints أسرع بكثير لو أنا عايز أحسب الفرص في كل المامبرز بالنسبة للإستركشن المتاعي وبالنسبة لل method of section لو أنت عايز في element معين أو 2 أو 3 بيكون القطع يمر عليهم في نفس الوقت راح تكون طريقة method of section أفضل شكرا على الانتباه